تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الرقنشي خليفة بن أحمد الخليفة قائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة الذكر العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأكد في برقيته أن هذا اليوم التاريخي الفاصل في تاريخ البحرين سيبقى شعلة مضيئة ومصدرا للفخر والاعتساز لهذا المشروع الحضاري وما حققه من مكتسبات وطنية كبيرة حيث تعد هذه الذكرى محطة أساسية لاستلهام واستذكار رهدة العمل الوطني التي جسدتها تلك المرحلة المشرقة من التاريخ الوطني المجيد